الحقيقة انه ده اكتر توقيت تستطيع في الولايات المتحدة الامريكية والشعب الامريكي انه يفهموا ايه بالزبط اللي حصل مع المصريين في 30 يونيو نتيجة العذاب اللي بيشوفوه مع دونالد ترامب في الحقيقة اليومين دول الحقيقة دونالد ترامب هتقول لي بقى هيساعدنا في الحرب على الارهاب احنا مش عايزينه يساعدنا احنا عايزينه يبطلوا يدعموا الارهاب بس مش عايزين من الامريكان اكتر من كده لكن سلوك رئيس الولايات المتحدة الامريكية الجديد دونالد ترامب في تقديري الشخصي المتواضع وانا مسؤول منفردا عن كلامي ده سلوك زي محمد مورسي وزي كل الديكتاتوريات الكبيرة اللي بتقلب هوية البلاد وبتضرب القيم في العمق في تقديري يعني دونالد ترامب الحقيقة يعني لا استطيع ان اتصور ولا استطيع الامريكيون انفسهم من هم يتصوروا حجم الحاجات اللي بيعملها فيما يتعلق بالقرارات الحظر اللي حصلت الاقالات اللي على الهوى النهاردة اقال القائم بعمل وزير العادل النهاردة اقال المسؤولين بتوع الجمارك وبتوع الجوازات علشان قطر ما طبقوش قرار حظر المسلمين من سبع دول ليه بقول انه الامريكان يقدروا يفهموا دلوقتي ايه اللي حصل بالضبط في 30 يونيو لان هم تقريبا عندهم وضع مشابه للدرجة اللي خلت يعني مجلة كبيرة زي فورين بوليسي النهاردة واحدة من كتاب هذه المجلة كتبة ثلاثة طرق للتخلص من ترامب قبل عشرين عشرين عايز اقول لكم بسرعة ايه تلات طرق عشان تعرفوا انه هم فكروا بنفس طريقة نحن المصريين في 30 يونيو عشان يفهمونا وعلشان ايه منحفرة حفرة لاخيه برضو واقعة فيها وعشان اللهم لاشا ماتة وكل الحاجات العظيمة دي المقال طبعا شارح كل البهدلة اللي عاملها دونالد ترامب في الولايات المتحدة الامريكية وشارح ايضا ازاي اهو ده صورة المقال النهاردة تلات طرق للتخلص من رئيس ترامب قبل عشرين عشرين المقال بيقترح ايه تلات طرق بيقول انه ممكن يحصل انه الاغلبية في الكونجرس ومجلس الشيوخ مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللي اتنين يه اه لو في اغلبية تقرر عزل اه الرئيس دونالد ترامب فده ينفع ده الكاتبة بتقترح ده بتقترح اقترح اه اه في ضمن اقتراحتها انه يتم عزل الرئيس وتنصيب نائب الرئيس وفقا لما اوردته المادة خمسة عشرين من الدستور الامريكي وهذا يتم اجراءه اذا اتفقت نصف الحكومة والنائب ان الرئيس لا يسطح الادارة مع الحصول على موافقة اغلبية اعضاء الكونجرس وهو الامر اللي بيشايفاه ممكن يواجه بعض الصعوبات اهم حاجة الست دي قالتها في المقال الست اسمها روز روزا بروكس الاهم حاجة قالتها في المقال قالت ايه بقى اهم حاجة قالت ولم يعد هناك خيار اكثر من انقلاب عسكري يعني هي بتدعو رسميا لانقلاب عسكري او امتناع القادات العسكرية عن طاعة اوامره خاصة اذا قرر اقامة حرب نووية او امر شبيه ذلك وهو الخيار الذي يعد غريبا على البيئة السياسية في الولايات المتحدة الامريكية دلوقتي يعني لو طلعوا مثلا انتهت اربعة مليون افلولهم شارع من سلفانيا والميداني اللي فيه البيت لابيض والمول ده مول المكان اللي انتم شفتوا فيه التنصيب ده لو اتقفل بالشوارع اللي حوالين البيت لابيض وتقفلت وول ستريت بشوية متظاهرين والشرطة خبطت مع الشعب والجيش نزل علشان يحل الموضوع فالجيش نحاز للشعب لا يمكن ان تكون هذه ثورة نحن نحتاج الى تصدير ثورة 30 يونيو للولايات المتحدة الامريكية اذا ارادوا ان يتخلصوا من دونالد ترامب في تقديري ورغم كل التقييمات التي تصدر من عدد من الكتاب في القاهرة بخصوص موقفه من الارهاب موقفه من داعش دعم مصر في حربها على الارهاب كل ده كلام انا اقدره جدا وافهمه جدا وحريص عليه جدا لكن الحقيقة انه هدم منظومة القيم الكاملة اللي امع عليها يعني كل التغير اللي حصل في العالم على الحرية والاقاء والمساوال مبادئ الارستها الثورة الفرنسية ثم هذا المنطق اللي عاشت بيه الولايات المتحدة الامريكية النهاردة الفرنسويين كان فيه مطالب في فرنسا باسترداد تمثال الحرية لان ده تمثال فرنساوي كان المفروض طارد يتحطوا قدام قناة السويس لكن راح الى اصد جزيرة منهارن في نيويورك بيطالبوا باسترداد التمثال لان امريكا لم تعد بلدا للحرية في عهد دونالد ترامب الرجل بيتكلم على سور الرجل بيطهد السود الرجل بيطهد المسلمين الرجل منع دول الرجل منع المهاجرين الرجل بيقيم حرب تجارية بيقيل الناس على الهوى الحقيقة ده سلوك هادم للقيم كلها على بعض احنا هنا مثلا في بلدنا لما بنقول ان احنا عندنا حرب على الارهاب وبنقول ان عندنا اوضاع اقتصادية قد نؤجل ملفات لها علاقة بحدود الديمقراطية لها علاقة بتدول السلطة الى اخره لها علاقة بالاحزاب لها علاقة بسقف الكلام اللي يتأل في زمن الحرب اه احنا متفاهمين ان احنا في ظروف مؤقتة لكن ده لا يعني باي حال ان هناك تنازل ابدا عن قيمة الديمقراطية والحريات اللي مفترض تكون هي عنوان اي بلد متحضر متقدم في العالم فدونالد ترامب الحقيقة اطاح بكل ده فضلا عن انه يتصور انه بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الامريكية فهو بكده يحارب الارهاب في الحقيقة هو بالطريقة دي يساعد الارهاب بنشر المزيد من الكراهية النهاردة هتكون الفقرة التانية عندي ان شاء الله حوار حول هذا الوضع السيناريوهات التلاتة الاطاحة بالترامب ثم ايه اللي متوجب على العالم العربي والاسلامي اللي منع ابناء دول فيه لنا قتلهم ولا جمل في مسألة الارهاب منعوا من دخول الولايات المتحدة الامريكية قد يكون هناك اباء سوريين اولادهم امريكان اباء يمنيين اولادهم امريكان طالب من طلاب السودان يتعلم في الولايات المتحدة الامريكية واحد شغال في جوجل واحد عنده استثمارات هناك واحد فتح حسابه بيصدر كل دول صار لديهم مشاكل كبيرة جدا ما سمعناش عن بلد عربي واحد طلع قال انا هسحب استثماراتي ولا ان انا هسحب المدخرات اللي هناك انتو نص المليارات والتريليونات المتلتلة في بنوك الولايات المتحدة الامريكية هي لبلدان عربية شقيقة وللأسف البلدان دي بيطلع ضدها قوانين ما بتتكلمش ولا تحرك ساكن بتتشتم في الصحافة الامريكية ما بتحركش ساكن بيطلع ضدها قوانين تتيح فرصة انو الناس تقضيها ما بتحركش ساكن بيتمنع المسلمين وهم يتصدرون مشهد الزعمة الاقليمية برضو ما بتحركش ساكن ما عرفش امتى ممكن الحركة تكون اشتركوا في القناة